اشتركوا في القناة 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 عندكم تطبيق يعني تنزلوه بصراحة عندكم في اللابتوب يحيكون more easy to access to your account وعنا كذلك الموبايل أبليكيشن وهذه بصراحة يعني تعتبر من الأشياء very very powerful بصراحة أنا حاليا نحكي لكم على نفسي يعني الأبليكيشن في التليفون أو في الموبايل ساعدني كثير أني نتابع المشاريع خصوصا وركز على الكلمة هذه خصوصا المشاريع لـ Under Construction صار في communication وفليكسيبليتي في الكميونيكيشن ما بيني وبين لـ Site Engineers وصار عنا full control على بروغرس المشاريع وعنا كذلك الهولولانز اللي هي يعتبر ديفايس مطور من شركة جوجل خلينا نخفي هذا خلينا نخفي هذا من تصو أمر اللي هو مغطي الهولولانز أبليكيشن هي يعتبر احنا عنا غالبا أو في الماركت عارفين أنه في شي ما يسمى بالـ AR اللي هو Augmented Reality وفي عنا VR اللي هو Virtual Reality الهولولانز تشتغل بـ Third Option أو بتكنولوجيا جديدة اللي هي Mixed Reality يعني الـ Virtual Reality بمجرد ما تلبس الديفايس رح تنعزل عن العالم الخارجي تصير أنت محوط ولا يصير عندك InGlobe بالـ 3D أو بالـ Output اللي يكون عندك في الـ VR ديفايس يعني مش عارف شو بجنبك جدار أو قدامك جدار أو لقدر الله بجنبك حتى يعني حفرة يعني It's too much risky إذا استعملتها في السايت الـ AR أو Augmented Reality تقدر تستعمل للتليفون أو تقدر تستعمل للابتوب أو التابلت أو الايباد يعني هذه غالبا الـ AR يستعملوها المطورين العقاريين أو حتى الناس اللي شغالين في الـ Real Estate بمجرد ما يخلص الـ Beam Model أو يخلص 3D Model الـ Interior يقدر يصدر 360 Panoramic ويصدرها على softwares اللي هي متخصة أنها تعمل 360 Panoramic walkthrough إذا كانت عنا إن شاء الله الفرصة مستقبلا نعمل courses عن موضوع يعني يقدر الـ Client يشيك على الشقة اللي حاب يشريها مثلا بالتليفون أو يقدر حتى يركب تليفونه في ديفايس ويشوف الشقة تكون عنده صورة أوضح عن الشقة اللي يشتريها أو حتى عن المشروع اللي أنت رح تصمم له مستقبلا أو During the Design Phase الـ HoloLens تشتغل بالـ Mixed Reality يعني رح تشوف 3D شوف 3D Projected أو حتشوف 3D موجودة يعني حيعملك ميكس ما بين 3D والواقع يعني وانت ماشي في السايت وانت ماشي في السايت رح تشوف الجدارة هل هو مطابق للجدار المنفذ على حسب الـ Beam Model أو لا أو الـ Information Model مش نكون أكثر دقة قادر حتى وانت ماشي في السايت يعني حتشوف توصيلات الـ Pipe أو الـ MEP أو الـ Drainage أو الـ Electricity أو الـ Firefighting وتعمل لها Projection على خلينا نقول العظم أو على الـ Concrete وإذا في كان عندك مشكل يعني During the site visit تقدر تعمل حتى Notification or You can assign task to the design or the modeling team in the design office طيب Trimble Connect يعني اليوم شاء الله رح نتكلم أو حنركز على موضوع الـ Project Management ترجمة يعني كيف حتعمل مشروع جديد كيف تدخل مشروع جديد وشو المعلومات اللي لازم تعملها شو الأشياء اللي لازم تدخلها مشان تكريد مشروع جديد زي ما شايفين الـ Beam Viewer أو 3D Viewer اللي هو integrated في Trimble Connect على فكرة هذا المتحف إذا عندكم فكر عليه أو شفتوه أريدي وأنا متأكد أنكم شفتوه تم عن طريق أو الـ Quality Control and Quality Assurance تمت عن طريق الـ HoloLens الـ Device اللي هو الـ Mixed Reality كنت نحكي لكم عليه من شوية تمام خلينا نروح مباشرة على خلينا نروح مباشرة على Trimble Connect Web Site تمام زي ما شايفين Trimble Connect خلينا نروح نعمل Sign Out تروح لـ Google عادي تكتب Trimble Connect رح يوديك على الـ Web Site زي ما شايفين الـ Web Site فيه معلومات قيمة جداً يعطيك معلومات على الـ Platform يعطيك معلومات على الشركة يعطيك حتى UiCase Studies اللي يستعملوا فيها Trimble Connect Trimble Connect أو Trimble as a company عندهم كذا كذا بروداكت يعني سواء في في الطوبوغرافي في السورفين في في الـ 3D laser scanning عندهم في الـ As a common data environment أو عندهم As authoring tools modeling tools like Tecla etc. يعني حتشوف شو Trimble Connect وحتى تكون عندك فكرة معمقة أكثر زي ما شايفين يقول لك 14 مليون users can't be wrong يعني تخيلوا معي 14 مليون مستعمل لـ Trimble Connect من 17 different languages and 185 countries around the world يعني الناس كلها يعني هذه نسبيا تعبر أنه في ثقة أو هناك ثقة في شركة بصفة عامة والـ products بصفة خاصة يعني تروح جين هنا عادي sign in تعمل sign in أنا أريدي مسجل الـ username والـ password في الـ website بس هي مشان تعمل حساب هو عادي يعني زي أي بلاتفورم يعني تدخل وتعمل sign up تدخل ايميلك وتختار تختار خلينا نقول 3 different license رح نحكي لكم عليها بعد شوي بمجرد ما تعمل sign in وصراحة مليش حاب نضيع لكم وقتكم بعمل حساب وهذا سهل جدا يعني تقدر تدخل وأنتم متعودين يعني عندكم حساب في Autodesk في الكثير من البلاتفورم بمجرد ما تدخل على Trimble Connect ستكون عندك الـ project خلينا نقول الـ working area أو project project browser area باش تدخل أو تـ create new project سهلة جدا عندك هذا اسمها new الـ button blue button new بمجرد ما تعمل click على new ستطلع لك small palette اللي هي معلومات المشروع الجديد طيب نحن نعمل مشروع جديد مع بعض اللي هو رح يتبعنا إلى نهاية هذه الكورسات أنا جا في بالي قبل الكورس بصراحة نسميه بيم رابية رابية عفوا test project تمام الشغلة الثانية اللي هي يقول لك project photo or thumbnail تقدر تعمل upload ودخل صورة للمشروع سواء perspective or 3D الشغلة الثالثة اللي هي مهمة جدا واللي هي تسمى بـ server location by default Trimble Connect فيها عندك 3 servers يعني Trimble Connect مبرمجة أو مبرمج يعني المبرمجين برمجوا Trimble Connect على 3 servers وش معناها؟ إذا أنت مثلا في على سبيل المثال في مصر أو في Gulf region أو حتى في شمال إفريقيا على سبيل المثال أنت وش لازم تختار؟ تختار السيرفر لأقرب للمكان وانت شغال على سبيل المثال احنا حاليا في Gulf region أختار Asia تمام؟ إذا كنت أنا في كاندا أختار North America في شغلة بس نبهكم عليها أنه قبل ما تروح تشتري أو قبل ما توقع عقد Trimble Connect as platform في في البروتوكول أو في شروط العقد في دول بدون ذكر الاسم ممنوع ما نعم باتا أنك تستعمل Trimble Connect عند all Trimble Connect products في هذه الدول هما خمسة ستة دول ولازم تتعهد أنك ما تستعملش platform عندهم على ذلك هما عاملين limitation لسيرفر بحيث أنه دول معينة فقط لتقدر عندها الـ على سبيل المثال if you are in North North Africa على سبيل المثال نختار يوروب إذا كنا في Gulf region نختار Asia إذا كنا في China نختار Asia بطبيعة الحال ونورت أمريكا هي نورت أمريكا أكيد تروح معها كندا ممكن ميكسيكو على سبيل المثال تختار أنت السيرفر الأقرب لك اللي هو آجيا يعني بطبيعة الحال إحنا أقرب على آجيا حسنا نختار آسيا طيب الشغلة الخامسة أو الرابعة هي Project Ownership Project Ownership اللي هو مالك المشروع يعني الحساب بمعنى أبسط اسم الحساب اللي هو أنت مثلا إذا كريت Project عفوا عملت حساب في Trimble تسميه مثلا AAAABBBCCC حيطلع لك Project Ownership AAAABBBCCC فهمتوا عليه؟ بس اللي يهمكم أنتم هو Project License احنا عنا 3 different License اللي هي Basic اللي هي Free عندك 5 جيجا بايت Storage في Cloud وعندك Unlimited Project خلينا نشوفه مع بعض وعندك Business وعندك Enterprise رح نشوفهم بالكامل وشو الفرق ما بينهم الثلاث طيب أنا حاليا باي ديفالت رح نخليها Enterprise لأن هذه أعلى وحدة وفيها كامل Features لأنه نحتاجهم بعد في المشروع وفي عندك شغلة هنا اسمها More Options بمجرد ما تعمل كليك على More Options يقول لك أعطيني Description المشروع ركزوا معي يا جماعة في هذه لأنه مهمة جدا لأنه مرات يكون عندكم معلومات تدخلوها في بداية الأمر يعني خليني نقول لكم الـ Process هذا هو ما يسموه الـ Process على السريع بس تخلي المشروع في الـ CD وإذا في تحديثات نعملها من بعد ورح نتكلم كيف نعمل هذه التحديثات من بعد على سبيل المثال Description مشروع Project or Project created for Beam رابية Courses G Plus على سبيل المثال N يعني مجرد مثال فقط Etc تمام؟ Description بسيط يعني The starting date واضح يعني خلينا نقول The starting date of the project أنت عندك too many options إذا كنت أنا بديت المشروع نحط أكيد The starting date of the design phase اللي هو 16 في الشهر اليوم March تمام؟ The end date اللي هي بطبيعة الحال أكيد رح تتعدل إلا إذا أنت فعلا فعلا لازم تخلص في هذا الوقت مثلا إذا مشينا على مبدأ Design Phase ممكن 16 June 16 نخلص كامل design بس إذا كان عندك في construction phase سيصير كلام ثاني بمجرد ما تعمل create بمجرد ما تعمل create بمجرد ما تعمل create رح يكريت لك المشروع وياخذك علي بطبيعة الحال طيب ممتاز جدا زي ما شايفين ويحينق لكم الـ Project أو الـ Projects Workspace إلى الـ Project Workspace يعني من المشاريع إلى المشروع اللي أنت عملت أو which you've created recently طيب زي ما شايفين الـ Workspace أو User Interface أحينقسم إلى قسمين زي ما شايفين Light Light dark أو Light Gray عفوا جهة Light Gray وعندك The Blue Bar لي على الشمال خلينا نحكي على هذه لأنها بسيطة يعني مش معقدة ومن بعد نمشي الـ Blue Bar طيب نمشي واحدة واحدة عندك هذه سموها The Explorer The Explorer هي اللي رح تكون فيها Folder Structure اللي خاصة بك و Folder Structure يا جماعة It's not يعني مش معادلة ثابتة يعني نفس الشيء بالنسبة Building Information Modeling Implementation يعني Building Information Modeling لما نعمل هو ما عندوش قواعد ثابتة تتطبق وتتكرر و في كامل الشركات حذر يا من الشغل هذه لأنه الـ Building Information Modeling Implementation Strategy It's Unlimited تختلف باختلاف طبيعة شركة طبيعة المشروع طبيعة حتى الأشخاص اللي شغالين طبيعة 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 حتى قادر الـ Beam Implementation Strategy تتغير بمجرد مثلاً ينزل على سبيل المثال واباء زي COVID-19 هذا قدر يغير لك Beam Strategy Implementation يعني حذري في شغلة هذه كذلك Explorer أو Folder Structure أوكي الـ Folder Structure إذا مشينا نحن بـ Standard اللي هو ISO 9650 Part 2 اللي هي Working Progress Shared Published and Archived هذه أوكي ثابتة بس ثابتة نظرياً مش ثابتة عملياً لأنه إذا مشينا للعمل الصورة تختلف تماماً كمبدأ Yes It's Working Progress Shared Published بس في التطبيق اختلف الوضع لذلك أنا دائماً I support the idea of ولا دائماً أشجع الناس أنه لما تتعلم شيء في Building Information Modeling يقولك والله كانت عندي البارح كورس Building Information Modeling طيب شو تعلمت والله تعلمنا على الباب اللي هو Beam Execution Plan طيب مباشرةً أنت ولو حتى تخطئ أعمل Projection للشيء اللي تعلمته على الواقع لأنك إذا أخذت المعلومات اللي تعلمتها نظرياً وطبقتها في الواقع هتشوف أشياء 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 مختلفة مش مختلفة على وش تعلمت بس هتشوف هتكتشف أشياء جديدة لأنه أنا كترينر أو كبيم ترينر أو سمي وش تحب أحنا نعطيك الشيء النظري Based on different experiences فهمين؟ وأنتو تختاروا على حسب الوضعية اللي خاصة بكم كذلك في عندك شيء ثابت يعني لازم You have to create your folder structure اللي خاصة بك أو خاصة بكل مشروع والfolder structure رح تتغير باختلاف أو رح تتحدث لشان أكون أدق رح تتحدث يعني دورياً أو كل شهر كل شهرين هذا على حسب شركتكم أو strategy الشركة اللي أنتم شغالين يعني لحب أن نصلكم نقطة لا يوجد شيء ثابت في ال Building Information Modeling هو كل يوم يتطور كل يوم يتحدث 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 بتحديث أو يتطور أو يتغير بتغير الأحداث يعني طيب بمجرد ما تعمل create project سيأخذك عند user interface أو project workspace طيب أول شيء من الاسم بين new folder or group data and assigned permissions هذه نحكي لها من بعد بمجرد ما تعمل click new folder سيقول لك create folder inbeam arabia test يعني هذا أول folder رح تعمله creation في المشروع طيب رح نشوفها من بعد لأنه بمجرد ما نعمل create رح عضي علينا خلينا نرجع لها من بعد شوي عندك download sync synchronizer project from your desktop Trimble connect sync هو يعطي بالم application اللي لازم تنزلها وتحملها عندك في تخليها عندك في اللابتوب download the sync it's mandatory يعني شيء لازم تعملوا لأنه without Trimble connect sync مش هيكون عندك collaboration environment يعني ما بينكم وما بين project stakeholders خليني نقول مشان يكون تعريف أو شرح أعم على سبيل المثال وش عنا وش عنا أوكي عنا الماب workspace الماب workspace بمجرد ما تعمل click تختار انت location المشروع map viewer اللي موجود في Trimble connect رائع رائع جدا وخصوصا إذا ربطناه ب survey or topography يعني رح يعطيك output جميل حتى في presentation أو حتى في شكله أو حتى في اختيار الألواب صراحة نحكي لكم على الweb site يحمسك أنك تشتغل على تشتغل على Trimble connect خليك دايما يعني طيب حيقولك زي ما شايفين خليك دايما attached to this platform map workspace detail دخل اسم الماب اللي هي بيم رابية location على سبيل المثال فقط description enter map workspace description test location على سبيل المثال وتعمل next ويقولك هنا اختار location خلينا نختار وين 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 نختار على سبيل المثال أو تقدر تكتب حتى مثلا Dubai UAE Dubai then next system هذا universal or geographic latitude longitude خلي هذه ما هو datum هذه عنده علاقة أكيد بجماعة الخرائط وكذا store future height in meters بمجرد ما تعمل دان بمجرد ما تعمل دان سيعمل لك map workspace ورح تدخل location المشروع it will be saved a new map workspace created successfully تعطي شوية وقت بس ويأخذك مباشرة على map workspace الماب workspace الماب workspace تقريبا فيها أشياء أو Trimble connect platform أو applications متشابهين في العديد من الأشياء ورح نشوفها مع بعض طيب أنت دخلت location المشروع طيب بقي لك الشغلة الرابعة اللي هي sketchup model sketchup model you can create sketchup model online عندك في sketchup يعتبر أيضا من الapplications اللي تابع Trimble هو في بداية الأمر كان تابع الجوجل كان للأسف الشديد الفيترز اللي موجودة فيه كانت very limited ولما اشترته Trimble تطورت فيه وصار أنا نعتبره يعني من البرامج الرائعة جدا تقدر كبداية مثلا تعمل حتى small خلينا نقول small detail مثلا slab تعمل the first layer second layer مجرد مثال فقط you can create the second layer يعني على حسبك أنت كيف كيف تشتغل ولا حسب الwork flow الخاص بك تقدر تعمل detail تحطه ك مش عارف أنا تقدر تحطه ك reference على حسب يعني بس على كل حال sketchup إذا تعلمته وكنت يعني أنا مش هنقارنه brevet أو archicad أو other software بس sketchup الناس شغال عليه مشان يكون اهاتي يعني مشان يكون من software المتطورة نقدر استعمالها في الbeam modeling لم تعودين على sketchup اكيد رح يشوفوا بلي الأشياء هذه very familiar يعني زي ما شايفين تقدر you can create a lot of things يعني به بتقدر حتى تصدر sketchup 3d model to the rivet يعني مرات ال rivet أنا شايفه يعني it's limited يعني من ناحية modeling 3d modeling بتقدر تعمل modeling other software مثل زي sketchup أو حتى studio max أو أي modeling software organic خصوصا organic تقدر تصدر ال rivet هذا بس يعني مشان تكون عندكم فكرة لما تعمل المشروع شو ال user interface أو project user interface لح يكون عندكم نفس الشي زي ما شايفين هاته 3 commands رح يتكرروا عندكم في small blue button اللي هي add بمجرد ما تعمل click نفس الشي create folder متكرر عننا it's new folder create 3d model هذي وعندك create map workspace اللي هي عملناها الماب viewer وعندك upload files upload files هذي مش موجودة طيب في difference between create folder and upload files طيب لما تعمل click على upload files أحطيك 2 options يقول لك upload files you can select more than one file at time 2 options وشي هما 2 options يقول لك drag and drop files here تقدر تاخذ مثلا أي file وجيبونا هنا وتحطه مباشرة في ال workspace وتقدر مباشرة تعمل browse you can choose the file ممكن انت مخزن فايلات already عندك في ال desktop أو في ال D في ال F في ال E تعملهم selection وتحطهم مباشرة ويتحملوا عندك طيب خلينا نروح step by step create new folder اول folder سنسميه cd folder or مش cd سنسميه ISO 9650 part 2 folder structure تمام ونعمل submit بمجرد ما نعمل submit أي ما شوفوا هذا ال error أنا دخلت الاسم وعملت submit انتبهوا لشي هذا لأنه ممكن يوم كامل وتتدور على المشكلة مش رح تحصل شو المشكلة المشكلة أنه أنا عملت submit بعد ما خلصت اسم الفايل يقولك you entered invalid name please try again انت تستغرب شو هذا ال invalid name هل في تسمية معينة للفولدرات هل في شي هو لا لا عنده لا علاقة لا بتسمية بفولدرات ولا شيء المشكلة أنه بعد ما خلصت كلمة structure عملت space وعملت submit بس لما نشيل space ونعمل submit احكرت لي الفايل انتبهتوا لشي هذا انتبهتوا لشي هذا ممتاز جدا طيب زي ما شوفوا بعد بمجرد ما نعمل create a folder هينزلي automatically الماب يعني اذا سكرت هذا وسكرت sketchup yes وحطيت هذا حياخذك مباشرة على location زي ما شايفين تمام هاتي description the small description احنا نحكي عليها بالتفصيل المستقبلي يعني في الكورسات اللي جاي ان شاء الله بس انتم امشوا معي step by step كيف ندخل مشروع جديد وكيف تعمل project management للمشروع جديد تمام how you manage قصدي مش project management بالمعنى الاعم بس انا قصدي how you manage the new project in your cd or in Trimble connect platform طيب شفنا كيف نعمل folder بس مش فناش كيف ننزل او كيف نعمل upload الفايل فايل folder it's done مازال عندي الفايل وين نروح نروح الاد ها نجينا هنا لن upload files طيب نختار option one or option two doesn't matter يعني خلينا نروح نختار واش راح نختار نختار ال table هذا البسيط نجيبه هنا ونحط نعمل drag and drop ونحط شوفوا معي من تحت رح يقولك انه uploading zero of one files رح يعطيك ال indication انه في فايل رح يتحمل بمجرد ما يتحمل يقولك upload complete وينزل عندك الفايل زي ما شايفين coffee table تعمل click على coffee table تشوف نوعية الفايل اللي نزلته عندك او لقيته عندك في cde it's loading في نقطة مهمة جدا مش مهندسين انه التريمبل كونكت تقدر تشوف بيه rivet, sketchup, autocad, pdf, word, jpeg اي شيء اكستنشن تقدر تشوف بيه ورح نشوف الاكستنشن اللي يقدر يعملهم decoding مع بعض زي ما شايفين الصورة ممكن هاته الصورة بتحب تشوف شو نزلت يعني او رح تفهمه حتكون الصورة اوضح مستقبلا لما تنزل صورة عندك في cd او في الفولدر مش قادر تعمل بالصورة هذي you can assign tasks من الصورة هذي وتقدر توظف ناس يخلصولك tasks فقط من الصورة هذي انت حتستغرب انه مستغربه ممكن من كلامي حاليا بس هذه الحقيقة خلينا نمشي بس يعني step by step فيما يخص creating new project طيب انت زي ما شايفين احنا عملنا خلينا نعمل هذا ال delete تشيلو انه مش محتاجين يعني حاليا صورة هذي اوكي طيب احنا عملنا الفولدر اللي خاص بالمشروع طيب فرضا في لحظتين ما انت مشيت في المشروع يعني خلينا اقول اسبوع اسبوعين وجاكم request ما عند المالك قللك لا والله انا بطلت حاب نزيد مثلا حاب نزيد طابق او طابقين على المشروع انت مضطر انك كinformation manager او كinformation manager او حتى the project responsible او the project عدمين انك تغير معلومات هذي المشروع من وين نغير معلومات المشروع او من وين نحدث معلومات المشروع بسيطة جدا احنا خلصنا من هذي مازلتنا بس شغلة واحدة فقط اللي هي the three dots واح تشوفها من بعض هذي في ال coordination and collaboration workflow وعندك the square divided in four small squares بمجرد ما تعمل click هي the view يعني حتشوف سواء list او بشكل ثاني اللي موجود عنا عادي في المايكروسوفت زي ما شايفين click في واحد يحب انه exposure يكون بشكل هذا وفي واحد يحب يكون list انا انفضل انها تكون list يعني وانتم على حسب وش تفضلوا يعني خلصنا من هذي انتم شايفين انتو بس يعني انتم بس يعني حاولوا تاخذوا او بلاتفورم ثاني مثلا ذي streambeam or all plans beam plus ممكن كنت قادر نحكي لكم حتى على الbeam sync بس Trimble connect تقريبا شامل الكامل الcommands اللي موجودة في other series يعني اذا تعلمتوا Trimble connect نفس الشي احتلقوا تقريبا متكرر في other applications or platforms يعني مش راح شوفوا big difference يعني في يعني في فروقات بسيطة ممكن اشياء تلقاها في Trimble ما تلقاهاش في بلاتفورم ثاني بس 90% نفس الشي ما تكرر تمام طيب خلصنا من هذه زي ما شايفين خلصنا من light grey workspace سموه زي ما حبيتو ورح نشوف قتلكم هذه من بعد ورح نشوف حتى tags شو معناها tags etc revision اي شي اي شي موجودة هنا سنشوفه مع بعض ان شاء الله طيب جاكم فرضا request ما عند المالك وصار فيه تغييرات للمشروع طيب كيف تحدث معلومات المشروع من اول وجديد بسيطة جدا تروح لحاجة اسمها موجودة في البلو بار انسوا لي هذا انسوا وكأنهم مش موجودين لانهم بعدها سنشرحهم one by one سنشرحهم one by one ركزوا لي فقط الى settings لانها عندها علاقة بال project the new project management تمام؟ عندها علاقة بالمشروع الجديد يعني اي شي تغيير اي شي تعديلات اي شي خلينا نقول عنده علاقة بال project configuration تمام؟ رح تروح ال settings طيب تعمل click على small arrow وتشوف في عندك خمسة نقاط عندها علاقة بال settings اللي هي project details notifications units user permissions and sync طيب خلينا نروح واحدة واحدة طيب اذا مشينا ال project details طيب انت اذا جاك انت اذا جاك request من عند المالك ولازم تغير معلومات المشروع و location المشروع وين تروح تروح ال project details بمجرد ما تعمل click على project details هياخذك على معلومات المشروع اللي انت دخلتها اول مرة طيب مقصوم ال two parts عندك ال project details and project settings مقصوم ال two parts مقصوم ال two parts ركزوا معي ال overview على المشروع project details مقصوم ال overview مقصوم الى project settings تمام اذا حب تعدل اسم المشروع عندك possibility تعدل اسم المشروع تمام على سبيل المثال فرضا project احنا عملها بالكامل capital بمجرد ما تخلص capital تعمل save changes تمام ال project ownership تمام ممكن تغير الحساب وهو كلهم تحتك project ownership وعندك الليسنز فرضا ممكن انت كانت عندك ال basic والله عجباتك ال basic وشفت انه Trimble Connect اوكي ممتاز رحت شريت انت ال premium تعود تعدل premium بش يكون عندك more features يكون عندك possibility انك to discover more features in the enterprise يعني or the business or the business premium يعني مثلا ممكن ال project details رحت عدل فيه او جي ال project details تعمل modification فقط لانك غيرت نجينا هنا وتغير ال license save changes وروح كمل شغلك فهمتوا عليه؟ طيب فرضا ممكن render ما عجبكش اول مرة كان على السريع وبس حاطيت وصر المشروع التيم تاعك شغال على render كويس يعني بعد اسبوع اسبوعين طلعت ال quality احسن تقدر you can upload new يعني you can upload new picture of the project يعني تحدث فيه الشي اللي ما يتغيرش هو project server location انك اخترت خلاص location تاعك والserver اللي انت رح تكون linked به ويعطيك حتى معلومات creation date ومتى اخر مرة اتعدل اه متى اخر مرة اتعدل المشروع انتبهوا الشغلة يا شماعة انتبهوا الشغلة انا حاليا اكتبت arabia test project غيرت ال project الى الى capital من small الى capital حاليا انا غيرت كتابة بس ما سيفتش التغييرات شوفوا معي التاريخ هو مارش 16 في شهر مارش او مارش او مارس الفين وواحد وعشرين العاشرة وثين وعشرين دقيقة شوفوا الساعة كامل حين العاشرة وثين وربعين خلينا نعمل ونشوف هل يتغير الوقت او لا كامل وقت عاشرة وثلاثة واربعين صح؟ يعني اي حركة اي حركة اي حركة تم في السي دي او في تريمبل كوناكت بصفة خاصة في السي دي بصفة عامة وفي تريمبل كوناكت بصفة خاصة it will be traceable يعني رح تكون عندك all be يعني recorded all will be recorded يعني اي شي تم ما حتشوف حتشوف حينا غيرنا اسم المشروع تغير التاريخ لو نغيرها بكرة يتغير التاريخ مع الوقت باي هوم باي بيلال دريدي يعني اذا كان شخص ثاني يغير في سيتينجز المشروع وجيت انت صباح مثلا اذا كانوا مثلا two or three admins في المشروع جيت شوف فيه تغيرات في المشروع من اللي يغير جيتنا هنا بروجيكت تشوف اخر شي تعدل في المشروع فيه شغلة ثانية يعني الكلام يجي بالكلام خلينا اقول او المعلومة يجي بالمعلومة فيه شغلة اسمها activity بمجرد ما نعمل click على activity شوفوا معي يا شباب بحي يقول لك اخر activity تمت في المشروع beam arabia test project وشي هي انه بيلال غير beam arabia test project من هذا الاسم وشطبلك عليه وصار اسم المشروع beam arabia test project وصارت هذه capital يعني شو الاكشن؟ renamed الاكشن اللي تم انه renamed project يعني عملت تسمية المشروع مين اللي سواها؟ بيلالتريدي يعني مرات مرات واحد بالخطأ يدخل او واحد متعمد two scenarios يعني يدخل يا cd حبي اعملك مشاكل اعملك delete لكامل الفايل هو ما يعرفش يعني معلوماته محدودة في cd انت اعلى منه وعندك خبر اكثر منه ادخلت شغال انت عادي تحددور على الفايل ما ملجيتش الفايل ما حصلتش الفايل ما توجع راسك محدش ما تزعل ولا متعمل ولا شي تروح تعمل تحقيق ولا شي تروح ال activity وتشوف اخر activity صارت في cd وحتطلع الانسان هذا اللي يقل لك هو اللي عمل اللي عمل خلينا نقول delete او عمل المشاكل في cd تمام نرجع ال project details activity مهمة جدا يعني traceability of all the activities ستجدها في activity هذه تمام طيب واذا قلنا قلنا project server location سيكون ثابت created creation date ستكون موجودة ايضا it will be recorded و last modified سيعطيك اخر تحديث تم الوقت الساعة و modified by home في معلومات ممكن تفيدكم بنسبة لمشروع هذا اللي هي size folders files users size معناها size الفايلات اللي محمنا على cd الفولدرز هم عدد الفولدرز اللي موجودين في cd حاليا انا عندي واحد زي ما شايفين عملت واحد وفايل واحد اللي هو الصورة ويوزر واحد اللي هو انا صح ولا لا طيب هذي المعلومات ممكن تفيدكم يعني مش عارف كيف راح تفيدكم بس فينا صح تفيدهم يعني بس هذي المعلومات إن كايس حبيتوا تعرفوا كم الفولدرز وكم الفايلز وكم حتى اليوزرز خصوصا اليوزرز تقدر تشوفوا من project details اللي هي under overview عندك شغلة ثانية اللي هي start date والend date فرضا أنك تأخرت في تنفيذ المشروع تأخرت حتى في حتى في design phase يعني أنت كنت مقرر تبدأ ال design لسبوع هذا لأتأخر شهر عدل وشوف if this will affect your schedule or not إيه فتخليه نفس المشروع تعمل fast tracking تعمل crushing على حسب برنامجك أنت الزمني تخليه زي ما هو أو تعدل تاريخ تسليم المشروع حسب اتفاقيتك مع المالك project description مني كان مثلا جي بلاس 12 يجي المالك لا أحبه 15 20 دور على حسب تقدر تعدل description للمشروع بكل سهولة تعمل save changes تمام طيب في نقطين مهمتين جدا جدا اللي هي delete project and leave project أسوأ سيناريو أنه يجيك المالك يقول cancel المشروع وخلاص رح نتحول إلى شركة أخرى تخلص لي المشروع في الحالة هذه وش تعمل؟ لازم تشيل المشروع من عندك مسيدية لأن الحقوق يعني خلاص ما بغيتش يعني عندك الحق أنك تشتغل في المشروع تعمل delete project بس حذاري حيعطيك notification وش يقول لك delete in this project will delete the project from you and all the members in this project this cannot be undone يعني خلاص بمجرد ما تعمل delete project it will be deleted forever يعني بدليل كتب لك نهنا delete project forever يعني أنسى المشروع خلاص إذا حبت عمل نفس المشروع لازم تعود دخل المعلومات من أول وجديد وبعد يأكد لك are you sure to want this project وانت تأكدوا yes or not هذا السيناريو في حالة ما cancel المشروع بطل المالك على حسب يعني تحتمل عديد بناء سيناريوهات وعندك leave project leave project are you sure you want to leave this project هذا السيناريو وارد في حالة ما إذا صرت أنت مسؤول عن مشاريع ثانية مثلا عندك مثلا مشاريع أهم خلينا نقول أو مشاريع في مكان غير بلادك مثلا لازم تسافر بدليل بضرورة يعني قصدي حتى ولو تسافر سيدي حيكون معاك بس عليك load زيادة وعينت واحد معاك يعني حيكون هو أد من المشروع you can leave the project to him يعني تخليله المشروع وتكمل أنت في مشاريعك الثانية كيف ترجع للمشروع؟ لازم واحد من team members يعمل لك assign أو يدخلك أو admin itself يعود يدخلك من أول جديد leaving the project عنده أسبابه زي ما قلت لكم ممكن عندكم load ممكن أن أنت مشغول ممكن أن تفنشت يعني لقدر الله ممكن أن تفنشت مشاركة يعني عندها العديد من الإحتمالات تمام؟ طيب this is for the project details راح نشوف notifications ونشوف units طيب خلينا نشوف units ثم بعد نروح notifications الunits زي أي بلاتفورم يعني انتم عندكم في الريفت عفوا في الأوتوكاد في سكاتشاب في كامل الاثورين تولز موديلينج تولز انك لازم انتعادة الunit انتعاد الunit الplatform او الworking space او الwork strategy عندك ملمتر حتى imperial custom you can custom عندك بالمترق والمترق الunit system عفوا اللي هي مترق والمترق وعندك الunits عندك ملمتر عندك سنتيمتر عندك كلمتر كيلومتر على حسب يعني وتعمل decimal place places two, three, four اللي هي how much how many numbers after the comma يعني تحطها اثنين على سبيل المثال area square meter two numbers cubic meter على سبيل المثال two numbers اذا حبيت tone weight تحتاجها بعد على حسب angle تخليه degree or radian على حسب وتخليه one point zero point one or two على حسب يعني وتعمل save changes وحسب الunits تحتاجهم بعد في 3d viewer سوف أرى مع بعض عمل save changes عندك الشغلة الثانية يعني في الproject modification عندك الproject details إلى معلومات وعندك units أنت تدخل تعمل programming للworkflow أو workspace عندك notifications اللي يقول عندك وعندك الـ email notification وعندك اكتيفتي تيدي في الناتفكيشن شوفوا اسمعوني فقط وش راح نتكلم في هذه واذا ما فهمتو الشي سجلوه وحتفهموه من بعد عندك ايميل نتفكيشن can be configured for all project members or users can be allowed to customize their serings individually عندك 2 options الproject admin هو لديفين او يخير اليميل's preference for all project users يعني اذا صار في notification او task assignment during the project design phase or construction او حتى facility management مرة انت تعطي تاسكس للteam الواحد team member one team member مش بضرورة ناس كلها تشوف التاسك يعني ممكن انت بعث له تاسك شوية معه comment مبهدلو فيه شوية انه قصر او عمل غلطة لا تختفر خلينا نقول مش ضروري ناس كلها تشوف يعني notification يعني خليها يعني خليها بينك وبينو يمكن تعمل preference للايميلز يعني يعني فيه notifications يوصلوا للteam بالكامل وفيه notifications لا يقولك project users can customize their own emails preference يعني نفس الشي انت عندك you can customize your own email preference تقدر تدخل انت على البلاتفورمز او تدخل على لما تكون user تدخل وتشوف شو notifications اللي قادرة توصل لك من وين من هذه من activity preference يعني خليني انا كادمن متحكم في notifications بالكامل لماذا؟ اذا حملت فايل هو قسم لك activity type activity preference ومتى تجيك notification على الايميل هنا هنا نقطة مهمة جدا في الinformation exchange وفي الbeam workflow طيب هدفنا نحنا من cd او هدفنا نحنا من information exchange strategy او process انه نخفف حكاية الايميلات او we control that much of emails قلت لكم اخر مرة انه اه في بداية المشروع involved stakeholders راح يكون واحد اثنين اربعة خمسة ستة عشر مش كثير يعني number of information راح تتم بينهما بين بعض مش that much complicated يعني بس كل ما تقدمنا في المشروع راح يكون في more involved involvement يعني ملايين الايميلات راح تروحوا جيطرد يعني انت مستحيل في النهار احشوف 100 او 200 ايميل او 500 ايميل ومش راح تكتب نفس الشي 500 ايميل وترسل اي 500 ايميل في ال building information modeling workflow في حركة معلومات او information exchange and circulation كبيرة جدا طيب كيف نضبط الوضع هذا وش نعمل cd بصفة عامة او as cloud or server based هدفه ان يخفف عليك شغلت الايميلات يعني مثلا انا اذا حملت مثال بسيط يا شباب طرد اذا حملت الفايل وحطيته في cd تمام خلصت شغلي وحطيت الفايل خلصت the private model خلصت the tecla خلصت the map model اي مثل اي مثل اي مثل حطوه في روزكم ويمشي الحال ان شاء الله خلصت وحطيت الفايل وحطيته في الفولدر الخاص به اللي هو architectural team بمجرد ما نحط الفولدر يعني في classic workflow تحط الفايل وتبعث ايميل وتحط الفايل اللي خلصته attached في الايميل وساعة وانت تستنى حتى يحمله الانترنت بطيء يعني الامر مزعج اول شي ومضيعة وقت نو في cd هدفنا انه او في ال beam workflow هدفنا انه نوفر وقت تمام وش تعمل بمجرد ما تعمل upload للفايل احتوصل شوفوا معي احتوصل notification automatically ها يقول لك file uploaded احتوصل automatically sorry notification للكامل الناس المانيين ويكتب له في الايميل وش يكتب له في الايميل for example member a he has uploaded the file the name of the file بيقول لك check please في الايميل يعني الايميل it will be sent automatically يعني حيخفف عليك شغلة الايميل انت فقط لازم تعدل ال notification مثلا انت ك information manager لانه غالبا في الكود المسؤول عن cd هو مسمى ال information manager مش ال beam manager او بس مرات نضطر انه ال beam manager هو يكون نفسه ال information manager لأسباب تعرفوها اكيد او احنا حكي اليها مستقبلا اذا كان files moved, renamed, restored, download, sync, file check out, checking انا هذا سنشوفهم بالكامل اي شغلة تعاملها تخص الفايل احجيك notification by email بعد روح ال folder نفس الشي folder downloaded, added, deleted احجيك notification يعني انت تحكم في notification يعني اختصر لكم الى انت ك beam manager or information manager شو الاشياء اللي لازم تجيك عليها notification مشان تكون متحكم او to be more controlled او the city to be يعني to be more controlled by you تحدد تقول والله انا حاب notification كثير اجيني على الفايل لاني خايف لا يروح لي يضيع لي file file يتحمل مثلا واحد من team members حمل file معين جيك notification email بلال 3D حمل file rivet تكون انت عارف يعني وهو عارف انك انت عارف هذا هو الشي الجميل لانها التعريف الاول اللي سيدي هي the single source of truth يعني كل شي على المكشوف يعني فهمتوا لي؟ طيب رح نشوفها بالتفصيل هذه من بعد يعني احنا رجع لها يعني users على سبيل المثال اذا انت if you invited new users to the project حيجيك notification انك دخلت رح تروح له هو notification اكيد اذا user left يعني تشوف انه واحد من team member راح مثلا عندك 20 30 40 واحد في ال CD تستغرب تقول ليش راح مثلا يجيك notification ممكن عنده سبب معين او يجيك اذا بعثت او اذا ارسلت دعوة by email any user بمجرد ما يدخل معك في المشروع رح تجيك notification انه صار معك ما تبقاش تستنى وينك افلان وين ولا عندك كل شي يحجيك notifications بالكامل رح تجيك اكتبوا نقطة فقط يعني وحنا ان شاء الله ماشيين في Trimble Connect Courses ارسلوا لي في التشات مثلا لما نوصل لل views قولوا لي شو علاقة ال views notification بال views لما نوصل لل Clash قولوا لي بس ارسلوا لي في التشات شو علاقة notification بال Clash releases to do comments other نفس الشي فيه شغلة مهمة جدا اللي هي comments يهمك ضروري انك تحط عليها check بالكامل فرضا انت حطيت فايل او واحد متي ممبرز حطلك فايل في folder structure أو في CD يكتب لك تحتها comment dear engineer please check this latest report بلا 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 رح تصير بينك وبينو زي chat كل ما يبعث لك رسالة احديك notification by email كل ما تبعث له رسالة رح توصل له notification وتوصل لك notification by email هذي ال comments مهمة جدا اذكروني فيها اكيد رح نشوفها مبعضة لكل حال رح تمر علينا وعندك other project updated renamed زي ما سوينا من شوي هتوصل لك notification فرضا project renamed خلينا هذه ونعمل save changes عفوا ونروح ل project ونعمل له rename نعمل له rename باش نشوف هل هتوصلني notification او لا لتأكد يعني طيب نسميه beam arabia test project zero one done نعمل save هدفنا بس نشوف شو طبيعة ال notification اللي توصلنا يعني done خلينا نشوف هتوصلني notification او لا طيب نستنى عليها شوي عادي نرجع ال notification عندك ال others اللي هي project renamed or updated طيب وعندك daily digest time اللي هو digest اللي اميل نفتح وش يقول يقول لي hi bilal bilal this is an instant email for beam arabia test project regarding the following activity bilal 3d or any team member renamed project from beam arabia test project to beam arabia test project zero one تقدر تقول تقدر تشوف your project if you are new and tremble يقولك بعد اعمل حساب يعني ما يهمنا هاش هذا بس notification راح تجيك هذه من دون ما ترسل email وتقول والله يا سيدي اني عدلت اسم المشروع لازم نخبر الناس وكذا لا 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 كامل الناس involved في المشروع كامل stakeholders involved في المشروع يحو يصلهم هذا ال email شفتوا كم الوقت وفرنا ممتاز صح؟ ام الـ units ونوتيفكيشنز 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 وبروشيكيشنز هذي راح نشوفها مع بعض من بعد في الفولدرز والسينك نفس الشيء هنشوفه من بعد نقطة اخيرة بس ونسكر كورس اليوم راح كتلكم على TrimbleConnect براوزر حكيتلكم مع TrimbleConnect Desktop Application TrimbleConnect Sync TrimbleConnect Mobile and HoloLens طيب من وين حنجيبهم هذو طيب إذا حاب نرجع في نقطة مهمة جداً ولازم تذكروها هذه إذا حاب أتحرك أو أمشي من البروجيكت الى البروجيكت's working space أو إذا حاب تتنقل من مشروع لمشروع بسيط الأمر جداً دينا هنا السمول أرو بلاك أرو فرا وين موجود بيم أرابي تست بروجيكت أو تختار واحد من المشاريع اللي موجودة عندك هذه هي التكنيك الأول التكنيك الثاني تعمل كليك مباشرة على تريمبل كناكت يوديك كامل مشاريع سواء تعمل كليك على سمول أرو وتختار أنه مشروع أو تروح لـ view all projects أو تعمل كليك مباشرة على تريمبل كناكت ويوديك البروجيكت's space تمام طيب من وين رح نجيب زي ما قلنا تريمبل كناكت ديسكتوب أبليكيشن من وين رح نجيب sync واوا واتسترا بسيطة جداً شايفين هادم الـ dots هذه تعمل كليك سيأخذك على الـ connect applications أو Trimble Connect application store it's small application store يعي مش بيك زي Apple ولا Autodesk على سبيل المثال بس هتحصل كامل applications اللي موجودة في Trimble Connect Trimble Connect for Windows اللي هو for desktop هو أول واحد تعمله download بمجرد ما تعمله download سيصير شكله بشكل هذا نفس الـ user interface بس في اختلافات بسيطة رح نخصص كامل رح نخصص كامل لـ Trimble Connect desktop application رح يتحمل عندك المشروع اللي دخلته جديد إذا شايف انه تأخر عليكم و حملت مشروع جديد و لم تطلع لك اعمل هنا شي سما اعمل synchronize project library و رح يتحمل عندك هذا هو Trimble Connect desktop application و تقدر تعمله pin عندنا هنا في taskbar تمام الثاني اللي هو Trimble Connect for mobile يقول لك تحمله من App Store أو Google Play و نحكي على الموبايل و كيف نستعمله في السايت كيف تعمل quality control و كيف تعمل progress checking يعني شي رهيب بصراحة يأجبكم عندك Trimble Connect for mixed reality اللي حكونا hololands و قلت لكم من Microsoft متطورة مش عارف انها ممكن اخطأت قلت لكم مطورة انها Google لا هي مطورة من طرف Microsoft مش جوجل تمام و عندك Trimble Connecting هذا من دون Trimble Connecting مستحيل حتشتغل بالcoordination و تشتغل بالcollaboration انسا نهائيا Trimble Connecting حيكون شكله بطريقة هذي تعمل بس sign in و من اسمه في ناس اكيد منكم فهموا يعني من اسمه انه بين انه for synchronization تمام و رح نحكي عليه مطولا هذا sync و رح نعمل exercise عليه و نشوف كيف نستعمل Trimble Connect sync شو الفايدة تاوي يعني بصراحة رح تستمتعوا كثير بهذا ال application إن شاء الله و عندكم Trimble Connect for rivet نسيت تحكي لكم على Trimble Connect for rivet في Add in or Plugin لل Rivet خاص ب Trimble Connect وهذا يعني بصراحة الناس اللي شغالين رح يستمتعوا كثير بهذا البلوغين بصراحة رح نحكي عليه رح نفتح مشروع rivet و في small tricky thing in Trimble Connect for rivet اللي هو في شغلة جميلة جدا يعني Trimble Connect by default إذا فتحت ريفت فايل ما تقدرش تشوف ريفت فايل مستحيل إلا إذا عملت له publish من هذا ال application نحن نعمل تطبيق و نشوفوه مع بعض يعني و إن شاء الله يعجبكم سجلوها نقطة يعني إن كيس أنساها يعني في الأسئلة بعد على كل حالين يحاطها يعني في ال program في البرنامج و عندك Trimble Connect بس بال color coding يعني يصير عندك مثلا in progress لون أحمر in hold لون أخضر automatically مش أنت لتعمل الشيء هذا يحطر عنده يتول بي active يعني إذا كنت فاتح 3D 3D يعني model زي ما شايفين enable disable ما فيش ما فيش ولا شيء نحن نحكي عليه بالتفصيل إن شاء الله في الكورسات المستقبلية كي دا حخصص له كورس و عندك Trimble Connect اللي هو Sync Manager هذا خاص بجمعات surveying و عند mapping بصراحة ما ليش متخصص في المابينج بالنسبة لتريمبل كونكت بس هذو من الناس اللي يحبين يتقدموا أكثر في هذا الموضوع كامل المعلومات تجدوها موجودة في الشيء اسمه تجدوها موجودة أكيد في تريمبل كونكت ووب سايت في الأكاديميك أو داوت فوروم خلينا نقول طيب أنا أظن أنه خلصنا لليوم إن شاء الله هتكونوا بس استفدتوا ما ليش حاب نكثر عليكم يعني و لأنه نفضل تكون الكورس خفيف و سيكون إن شاء الله هتكون سيري أوفترين بالكوناكت عشر اثناش المهم نخلص لكم بها بالكامل إن شاء الله في عنا بس أسئلة في التشات وش يقول السؤال الأول السؤال الأول يقول فضلا كيف حملت الصورة للداخل قصدك صورة المشروع نعم صورة المشروع قصدك صورة المشروع صح طيب دعونا نعمل 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 أعمل فهمت عليك نعمل فهمت عليك قصدك كيف حملت الصورة يعني فهمت عليك. يعني كيف حملت الصورة كيف حملت الصورة يعني عملت لها جبت الصورة كذا مشيتها حطيت وحطيتها زي ما هي هنا بعد يعني وحطي بي ابلود اوتوماتيكلي في الوكيشن هذا يعني تختار انت الفولدر من بعد وينح تحط الصورة قصدك هذا السؤال الاستاذي صح اذا انا ما اخطأتش يعني هذا السؤال كي احتمل اجابتين يعني اما صورة المشروع او كيف حملت الصورة وحطيتها في في السيد او في اني فولدر يعني تشوزن فولدر بس هذي نشكركم على الحضور وان شاء الله تكونوا استفدتوا يا رب واذا عندكم اي سؤال احنا حاضرين حياكم الله شكرا من زيلا لحضرتك بش موانس عن حاضرين العفو مهن سومر أمين ويك في سؤال يعني شكرا جزيلا يعني عن طريق الصحب نعم بس نجاوب على هذا السؤال مهن سومر عن طريق الصحب أو أستاذي عن طريق عندك الابلود فايل إما عن طريق الصحب أو عن طريق البراوز يمكنك تختارها من أي فولدر مثلا هذه وتعمل أوكي تنزل أوتوماتيكلي عندك طريقتين إما السحب أو براوز تختار يعني الفايل اللي موجودة فيه الصورة وتحملها أوتوماتيكلي يعني واضح في نسخة تجريبية نعم في نسخة تجريبية الفكرة أنه احنا في بداياتنا في البيم أمبليمنتيشن جربنا كذا سي دي وكذا بلاتفورم وبصراحة كإجماع عجبتنا تريمبل كونكت يعني حاليا مش عارف أنا مستقبل ونش رح يكون كم مودتها ما عندها ولا مودة ما عندها ولا مودة يعني خليني نروح بس البريزنتيشن اللي عندي وحنقولكم وش عندي كنسخ عفوا أيوه شوفوا معي واضح هل الشير واضح هل الشير واضح نعم عندك البرسونل اللي هو عندك أبتو فايف بروجيكتس اللي هي فري اللي ستوريج عندك حتى العشرة جيجا بايت يعني هذي الفري شوف عندك الخصائص تاحية يعني أنتو يعني إذا حبيتوا تجربوا ادخلوا على تريمبل كونكت وابسايت هو رح يخيرك من ثري اوبشنز إذا حب تروح البزنس البزنس تكلفك عشرة دولار شهريا على هذي قلت لكم أنه تريمبل كونكت يعني تقدر تمشي حالك خمسين دولار شهريا تمام وتمشي شوي شوي لأنه أنتو قدر الناس يعني أنتم سيد العارفين في البلدينج امورميشن موديلنج استراتيجي ارامبليمنتيشن ووركفلو we have to be careful يعني مش تدخل تصرف 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 أي غلطة يمسكها عليك الماناجر أو تمسكها عليك top management تعملك إحباط لازم تكون ذكي في الصرف مثلا يعني كبيدة يعني البيم دي بارتمنت كم رح يكون عشرين واحد مستحيل نتحدى أي واحد أنه يقول لي بديت وعملت البيم أمبليمنتيشن بعشرين أو ثلاثين واحد من ضربة الأولى لا أو لازم تجرب بتجرب شوي 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 أنت نفس الشي امشي بنفس الاستراتيجية يعني إذا عندك مثلا القدرة أنك تشتري اللايسنز لمدة سنة اللي هي بخمسمائة دولار أو خمسمائة و ستمائة دولار تقريبا 6.3 تقريبا 1800 ريال أو 2000 ريال أو 2000 درهم ماكسيموم ممتازة يعني هتوفر عليك وقت هتوفر عليك جهد هتوفر عليك أشياء كثيرة ومش بالضرورة لما تشتري أنت البزنس ليسنز مش بالضرورة الناس كل بزنس ليسنز لا أنت الأدمين والناس رح يكونوا شغلهم بسيط بقى دوكمنتيشن يحمل دوكمنتيشن ينزل يعني مستحيل مستحيل هتوفر توصل ذات ماتش أو بروجيكت اللي تكون الليمتت بروجيكت يعني فهمتوا عليك؟ وعندك البريميوم اللي هي اللي هي فيها بيم فيترز اللي هنشوفها من بعد يعني كذلك في نصيحة يعني لنا جميعا أكيد وأنا واحد من ناس منكم لا تشتري بلاتفورم في فيترز مش رح تستعملهم اشتري فقط الشي اللي تحتاجه فقط خلينا يعني 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 إذا اشتريت أنا مثلا على سبيل المثال في عنا بلاتفورم اسمه بيم أول بلان بيم بلاس على سبيل المثال تطبيق رائع بلاتفورم رائع جدا بس في أشياء حالين أنا ما نحتاجهاش على سبيل المثال على هنشري شي ليش أشتري شي أنا مش محتاجه حاليا نحتاجه مستقبلا وخصوصا في بداية مستحيل حتطبق كل شيء مرة ولوخصوصا إذا كان عندك البيم يوزز أو البيم قولز يعني بسيطة مثلا قلاش دي تاكشن قوانتي تيك اوف كوالي تي كونترول يعني يعني نظن أنه الفكرة وصلت إذا حبيته تبدو بالبرسونل ممتاز إذا حبيته تروحوا البزنس اختار لك يوزر تو يوزر ماكسيمام جرب إذا شفتوا أوكي إتس أوكي إذا تستطيعوا تروحوا بلاتفارم الثاني بس إذا تعلمتوا على تريمبل كونت نحكي لكم باقي سي ديز والبلاتفارم حتكون سهلة لكم في سؤالين أنا ما أظن متى المحاضرة المكملة لو سمحت الأسبوع الجاي نفس الوقت إن شاء الله والمحاضرات كل يوم ثلاثة نعم 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 نظن خلاص سنة بشي مهندس سليم الأمور طهبة إن شاء الله إذا في أي سؤال العفو أخوي العزيز العفو مهندس وعمر إن شاء الله نتلقيكم ثلاثة الجاي إن شاء الله ومعنمات أكثر والله يفوقنا أنه نعطيكم قدر المستطاع من المعلومات إن شاء الله ممكن أنا ومهندس أمر في برمجة أخرى لبرنامج رائع جدا خاص بالبراجيكت ماناجمنت والأجايل اللي هي تطبيق اسمه كذلك إن شاء الله رح نخصص دروس إن شاء الله بحضة تطبيق اسمه بيم كولاب ون بيم كولاب زوم هذا عنده علاقة بالكوردينيشن وكولابريشن رح تستفده كثير بصراحة لأنه أنا واحد من ناس يعني نستغرب إنه كأكسبورت وكمهندسين نحصر حكاية في صفتوار يعني أكيد عارفين الشيء بس مش ريفت زي ما قال مهندس عمر من زمان يعني من سنوات كلمة طيبة قالها إذا كان الورد أو الإكسل يقدر يعملك يطلع لك موديل 3D ويعملك الموديل الورد والإكسل يعطي بل بيم صفتوار أنا نتذكر منيح الكلمة هذه على هذه زي ما ننصح نفسي نصحكم مش مهندسين حاولوا تكون عندكم إلمامة يعني حاولوا تشوفوا 4D أو 5D ما تشوفوا 2D أو 3D وأي شيء تتعلموه نظري حاولوا تطبقوها على الواقع لأنه الواقع هيحكس لك أشياء مختلفة جدا تمام ألا أعطيكم الصحة والعافية وفي خدمتكم مشارئ إذا حتشتوا أي جي ما نتص عمر نظن خلاص يعني أستاذي يا عمر السلام عليكم أعطيك العافية باش مهندس صراحة كنا منتظرينك من زمان باش مهندس من المحضرات السابقة مشكلة في بعض الناس بعض الشركات نحن نواجه مشكلة في إقناعهم في تكنولوجيا بيم ما ذلك يما تيجي تحكي لهم عن بلاد فورم مع أنهم يصرفوا يعني مبالغ على السابق والكذا والداتة اللي بتضيع يعني مشكلة إحنا في التطبيق للأسف يعني عنا في البلاد العربية للأسف يعني أنا واجهته شخصيا يعني من الناس اللي ما بدهم يتطوروا أو خايفين أنهم يروح البطيفة تبعتهم ويجيبوا ناس بديلهم هاي المشكلة عنا بسه صحي صحي نشكر حضرتك ويش مهندس جرفتنا ويش لك معنا يعني الله يسلم إن شاء الله متضررنا المزيد منك إن شاء الله إن شاء الله على الهندس حمار سليم أكيد الله يسلمكم يا رب شكر إليكم يا شب الله يحفظكم يا رب جزاك الله خير جزاك الله يسلمكم جزاك إذا عندكم سؤال مش مهندسين حاضر أي سؤال يعني مجال مفتوح يعني حابعث لكم رابط بش مهندسين في عندي بس live webinar إذا حبيتوا تحضروا يعني يتكلم مع technology and construction شو تأثير التكنولوجي في construction عفون حابعث لكم إذا قطرتوا تحضروا يعني في experts من China State من Utkins من كذا شركة يعني يشرفني حضركم حابعث لكم الرابط على على التشات العفو منس على دكتور العفو حياك الله حاولوا تدخلوا تسجل إذا عندكم الوقت حتستفدوا كثير يعني خاصة إن شاء الله حصص خاصة بال3D laser scanning حنتكلم كذلك عن وفي معنى أكيد خوتنا المصريين ما شاء الله المصريين على رأسي ما شاء الله كامل كامل المعلومات وأستثتي بالكامل 100% مصريين يعني 100% مصريين أستثتي تعلمت أشياء كثير من عندهم بحكم أنكم يعني في مصر عندكم الآثار في شيء ما يسمى بال الهيريتش بيم اللي هو الهيريتش بيلدين انفورميشن موديلين رح نخصص إن شاء الله session or two sessions نتكلم على 3D laser scanning وكيف نعمل protection للآثار باستعمال البيم وهذه هتعمل ثورة أو أصلا هي عاملة ثورة في إنجلترا وفي الأماكن اللي فعلا يهتموا بالمباني الأثرية والقديمة هحيصير عندك كم هائل من المعلومات لقادر يضيع منك كي نقول حنا بعد ثقاب يعني أنت تعمل تخزين في العركايفين بالأوراق وكذا بس لما تستعمل 3D laser scanning أحصير أعمل protection للمعلومات أو المبناء الأثري وبدليل لما صار الحريق في نوتري دام دو باري اللي هي الكاتري دائية أوكي يعني عملت مشكلة وعملت بلبلة وفي ناس تأثروا بالموضوع بس في الجهة الثانية الداتا كلها كانت موجودة لأنهم عندهم الpoint cloud موديل اللي فيه كامل المعلومات بدليل أنه حتى الناس الإيطاليين اللي جاءوا من إيطاليا ورجعوا كامل اللواحات اللي كانت في الصقف وكذا ما كانش عندهم مشكلة أنهم يعاودوا نفس الشي لأنها عندهم عندهم في 3D الpoint cloud 3D موديل وستكون عننا إن شاء الله هتكلم عليها بإسهاب ووالله يوفقنا وإياكم مهندس عمر أنا نظر الخلاص المحاضرة أستأذنكم إن شاء الله مهندسين ونشوفكم السبوع الجاي ومثلاتها إن شاء الله جزاك الله خير الله يعفيكم يا رب السلام عليك رحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله شكرا